بسم الله الرحمن الرحيم فهي فكرة مطروقة وموجودة في الانترنت منذ زمن بعيد الفكرة ببساطة نعيد ربما ننجح في إعادة صياغة بعض الأشياء بحكم التجربة قشور الموز الموز كما هو معروف فاكية غنية بالبوتاسيوم والكاريسيوم ومجموعة من المعادن قشور الموز يقال علميا وقد توفرت على أكثر من دراسة حقيقية بهذا الخصوص تقول بأن هذه القشور عبارة عن مخزن حقيقي للمواد الغذائية التي تحتاجها النباتات الآن هي في وضعها الطبيعي تلقى إلى القمامة ببساطة لمن يهتم بحديقته ونباتاته مهما كان النباتات الداخلية خارجية أشجار ضخمة أشجار صغيرة أشجار كبيرة مزروعات حقلية أين كانت هذه المزروعات أين كانت هذه النباتات يمكن أن يفيدها منقوع قشور الموز الآن الخطأ الذي قد يقع فيه البعض بأنه يتم التعامل مع قشور الموز كمغذي نباتي دون أن تجف مدامت غير جافة سوف تتسبب في حدوث عفن حتى لو نقعت فسوف تتسبب بحدوث عفن أيضا وستكون ربما تحدث أذية للنبات أكثر من الفائدة التي تعود عليه منها الآن بكل بساطة في مكان ما في ركن بالمطبخ نضع قشور الموز نعرضها للشمس لعدة أيام تتحول إلى هذا الشكل نقوم بأي طريقة نراها مناسبة سواء بالخلاط أو باليد بتصغير حجمها ولا نقول سحنها لا يحتاج الأمر ذلك بتصغير حجمها بأي شكل من الأشكال أيدويا بهذه الطريقة تصغير حجمها كنوع من التسلية وتمضيط الوقت نصغر حجمها ونضعها ننقعها في الماء الآن الفكرة المضافة البسيطة وبالتجربة بأنه يتوجب إضافة القليل من التراب بهذا الشكل إلى الماء الذي سوف ننقع في قشور الموز الجاف ونخلط ونضع القشور ونتركها لمدة ثلاث إلى أربعة أيام لتكون قد أفرغت بشكل أو بآخر مادتها موادها التي يمكن أن تكون غذاءا مناسبا للنباتات ومحفزا على التجذير والتزهير والاخترار بدون أي تكلفة وهذا مما يمكن فهم على أساس أنه استغلال الموارد المتاحة هذه موارد لا ينبغي أن تهمل بدون أي تكلفة نحصل على محلو المغذي نحن هنا لا نخسر شيئا يمكننا أن نجرب ومن لم تعجبه النتيجة فليكف عن ذلك أنا بالنسبة لي شخصيا أعتبر أن قشور الموز مغذي نباتي لا يقل لا يقل إذا ما عمل بهذه الطريقة البسيطة السهلة إذا ما عمل بإتقان وبعد التيقن من جفافه وخلطه بالكمية التي ذكرناها من الماء كبن التراب عفواً إضافة هذا التراب لها فأنه لا يقل وبحكم التجربة عن المركب الثلاثي باهظ السمن لكم تحياتنا نأمل أن نوفق أن يعيننا الله ونوفق في تقديمي ما يمكن أن يكون إضافة إلى المحتوى العربي لكم محبتنا واحترامنا وتقديرنا ونأمل أن تشتركوا في قناتنا قناة يسير وأن تفعلوا زر الجرس كي يصلكم جديدنا الذي نأمل أن لا ينقطع بعون الله محبتنا ثانية واحترامنا وتقديرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته